محمود طيار شعبي بينشط أيضاً داخل الجامعة وبالتالي احنا هنا أمام عمل حزبي لماذا تمرسونا لعمل الحزبي داخل الجامعة؟ بدايةً كده هل أصلاً الحركات الطلابية من 76 أو من بعد حتى 25 يناير تشتغل عمل حزبي بمعنى عمل حزبي جوه الجامعة يعني هل الحركات الطلابية بطيار شعبي أو دستور أو غيره بيقفوا ويدعموا ومرشح لمجل الشعب أو مرشح رئيسي جوه الجامعة ده مش موجود قرار منع العمل الحزبي من الأساس من وقت مرسي وهو أصدر قرار بمنع العمل الحزبي جوه الجامعة احنا اعتراضنا كطلاب طيار شعبي وعلى منع العمل السياسي جوه الجامعة لأنه ده مخالف لللايحة الطلابية أساساً في لجنة اسمه لجنة اللجنة الثقافية والسياسية مخالف لقانون تنظيم الجامعات اللي فيه مادة فيه بتقول تنمية الروح والوعي السياسي جوه الجامعة إنما العمل الحزبي جوه الجامعة لأنه هو أصلاً مش موجود لا هو موجود ما تقولش مش موجود موجود إزاي؟ بيطلع بيانات طلاب الدستور طلاب الطيار الشعبي إزاي بقى موجود؟ طالما بص بتقول بتسمي نفسك طلاب الطيار الشعبي الطيار الشعبي خارج الجامعة الدستور خارج الجامعة هنقود بقى نتطاحن هو يرفع شعار يسكت حكم العسكر المتمشي مع حزبه وحد تاني شايف شعار يسكت حكم العسكر ده شعار فيه إهانة للجيش والقوات المسلحة يحصل تطاحن ونحول الجامعة إلى ساحة للتطاحن ما ده برد لأنا بقوله إن الحركات الطلابية أصلاً بتشتغلش عمل حزبي يعني بتشتغل في القضايا عامة بتهم الطلبة والأسر التابعة لها ليزرع الخدمي للحركات الطلابية بتشتغل عمل خدمي وتنمية ثقافية وابتماعية وخدمية وللعمال والطلبة إنما الحركة الطلابية نفسها هي بتعمل في القضايا عامة ده عمل الكتاب مش عمل حزبي أزمة اللايحة الطلابية كون اللي ده لبقى معك فيه مش يبقى فيه مشكلة هو ده بالفعل الحركات الطلابية بتشتغل فيه جوة الجامعة غير كده هو اللي برد للجامعة وفي الشارع مش مرتبط اللي برد الشارع واللي بيحصل والقراري السياسي وغيره. مش مرتبط بلي بيحصل في الجامعة. يعني الجامعة هي الاساس هي البنيان للموضوع ده. في السابعينات والستينات معظم قادة الحركة الطلابية هم دلوقتي رموز الموجودين في السلطة او في المعارضة. ليه لان الجامعة هي اللي كونت وعيهم وكونت روحهم وهي شغلهم في الجامعة هو اللي وصلهم لده. وبرضو من السابعينات لحد النهاردة الحركة الطلابية بمختلف احزابها مش تغلتش عمل حزبي معنا عمل حزبي. كلها قضايا عامة بتخدم الطلبة وبتخدم الجامعة وبتتكلم في قضايا رئيسية بنتكلم فيها. ده كان موجود في وقت مبارك وكان موجوده كاتل حركات الطلابية جزء اساسي من القوة اللي بتواجه النظام محمد مرسي وقدرت الحركات الطلابية اللي هي تسيطرة على التحاد طلاب مصر. كسب التحاد طلاب. وكانت من اكبر المسيرات اللي كانت بتخرج اه لمواجهة نظام مرسي كانت بتخرج من الجامعات. اه بتخرج من الجامعات انه اه طلبة الجامعات لكن لم تكن تصنف. لأ كانت بتصنف ببيانات رسمية رسمية ومؤتمرات صحفية. كان موجود في وقت مرسي. يعني كان بيقال ان طلاب الطيار الشعبي وطلاب الدستور خارجين في مسيرة من جامعة عن شمس القصر الاتحادية. طيب انت هنا انت هنا امام وضع عناينا منه العام الماضي يتم اختطاف الجامعات باسم العمل حد. لو انت قلت ده يبقى حتدي الفرصة لجامعات زي الاخوان اه حيشتغلوا. هتدي الفرصة لجامعات تتطاحن مع بعضها البعض واحزاب داخل الجامعة. او ده مش صحيح. انا انا اعتقد ان الفشل في مواجهة الاخوان وطلابهم في الشارع وجوه الجامعة بقى زريعة دلوقتي لوقت الحركة الطلابية. يعني احنا كنا من طول السنة بنتكلم وطلاب الحركات الطلابية بيخرجوا بيعملوا وقفات وبيرفضوا العنف اللي بيحصل من الجماعات من الشرطة ومن الاخوان وبيرفضوا اللي بيحصل والضرب والقتل والاتقال العشوائي وعنف طلاب الاخوان كل ده كتحركات طلابية بتخرج فيه وكلها بالناس بيانات رسمية وقفات بنرفت فيها اللي بيحصل ده. السلطة وقلنا اكتر من مرة ان فيه اكتر من مئة حل لوقف العنف في الجامعات والسلطة ما خدتش بيه. القانون هو الحل. هتوقف العنف ازاي? القانون هو الحل. وهو القانون هو الحل. الطالب اللي يكسر ويشعل النار ويحطم. يتم القبض عليه. يتم القبض عليه. ويطبك عليه.